لما نطعين نمو يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آلم محدق ينسى بعطرك في حناء ضلعي وشبا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق أنت السراج السرمدي لهيكلي صار الجمال بوحي حبك مطمعين يا أمي فيك مرتجى ما أشتهي يا نجمتي يا بسمتي يا مرجعي إن غبت غاب الله يا سر الصلاة لا مستحيل عندي ما دمت معي يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آلم محدق ينسى بعطرك في حناء ضلعي وشبا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاقي يهرق كنت وأنت دائما أنشودتي ولغير لحنها لا يحن مسمعي وإليك صمتي فاقبليه معبرا عما أعي وعما ما قد لا أعي يشتاحني جوع إلى الطفولة إن تهت عنك فاضة حوض مدمعي يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آلم محدق ينسى بعطرك في حناء ضلعي وشبا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاقي يهرق سلام لك أيها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسميه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ها أنا أمة للربي فليكن لي بحسب قولك تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر لاتضاع أمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطويبني إيامو دليت شو لومو لومهو قابا ليت تدحومي ليحو بيدا وليت شو لومو لحنو نيدا وكمان كرو روحا إيدر بو إيزا إيامو هي إيامو دالوهو إيامو دالوهو إبسولتو إيدر بو قدو يو هاسي وقبرو لادعلي إيامو دالوهو تكم شمشو بكل ميده كاللي قونو أمسو لالوهو إيامو دالوهو دك ماطيعو كشمعو ترو هويلي خدوم مريدوخ إيامو دالوهو إتكم شبحو قومريو وقوهد رايده نفسيكم راور بو قومريو وروحيكم فصوحو بالوهو ومحيون ايدي إيامو دالوهو إتكتيو مش تيلونيسو ومربيونيسو لو قبريدا أبري قيهو خاسم لخيبا كاللي بابو خؤونو بكيو ورابو كالخيوينا أعلوخ إيامو دالوهو إيحان انتو لو بسعلو أبريدا إيلو علنو شتحي دورا لاتي حمرو إيامو دالوهو إتكتلا حيكمتو وكورو زوسو ربسو مي أربع ميلي وميدة كومرخو سومو الأم لا فناء لعطائها لا حدود لمحبتها لا انقضاء لحنانها ناكرة ذاتها فكيف إذا كانت الأم هي والدة الله والدة الله الدائمة البتولية كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا والدة الله العظيمة الخدمة هو ذا أنا أمة للرب والدة الله الطاعة الكابلة ليكن لي كقولك والدة الله المسبحة لإسم الرب ومجده تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي والدة الله المتمثلة بالمسؤولية والخوف والمراقبة لابنها يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين والدة الله حنونة القلب ليست فقط على ابنها وحسب بل على كل من حولها ليس لهم خمر والدة الله صاحبة أعظم وعظة وحكمة مؤلفة من أربعة كلمات مهما قال لكم ففعلوا حزاية سوبورو تيفي مشاينو بشلومو أبخو أديوما بكرلتو ديلو نويتو بعلواي إيمان إكرلتو ديلو نويتو بوعدو ديبورك سو ديلو دا صالوه على الشبلة وعيدانو اللي دا ديوما كو سيمينا إكرلتاسي ما قوم ديعتو ديلو دا صالوه بعد شاني زابنو دتريشو عقد ما فتنا لأعميخو أونو طارق شلومو طارق شاينو مريم اسمحي لي هيك بالبداية أول شي عايدك كونك تحملي اسم مريم وينعاد عليك ببركة سيدة العذراء تودي تودي وينعاد كمان على كل الأشخاص يلي هني بيحملوا اسم مريم مريا مريانا سيدة وأيضا كل مشتقات اسم السيدة العذراء مريم ينعاد عليكم بكل البركة والخير والصحة والسلام نحن اليوم لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا وقرروا يقضوا معنا هذا الوقت بحلقة خاصة من أمام كنيسة السيدة العذراء بالعطشارة لحتى نرافقكم بهي الحلقة الخاصة بمناسبة تعيد بركة السيدة العذراء على السنابل هل يكون معنا ضيوف كتار رح يكونوا معنا وفقرات أكتر وأكتر رح منرافقكم فيها فسوق غلبي أديوما قد ما فتنا نبكروا لتايدا بعلا واي ايمن قدوا أعمينا رابان روجي أخرس مدبرونا تحكسوا دهوغوية السوريوية تفاتري الخوصد أنطيوخ ودكوليه مدنحو السوريوية أرتدوكسو مزمرونا وميشيل الخوري وأنطوني عبد الكريم تكتيورا شومو قد ما فتنا زبنو دهتراشوعة أعمية بفوسوا قيدا دائما أكيد فقراتنا كتيرة وبداية مريم متل ما متعودين ومتل ما دائما متعودين بكل حلقة نقدم صلواتنا على نية معينة اليوم نية السيدة العذراء وأيضا بركة السيدة العذراء اللي حالة علينا وحالة على كل الأشخاص اللي رح تتبعنا بخلال حلقتنا على شاشة سوبورو تيفي رح نقدم هاي الصلاة الخاصة بأولى فقراتنا مصالينا عم حدوده موسيقى 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 ومحرري أعامي موش عبودو مي عبادة طوبو إيلخ مريم مفو ملي شونت كلينة إدبو أبريدخ مدلن شبلو دحاي وعثرو رابو أنت يا مريم سنبلة الحياة التي نبت لنا من حظنك طعام الحياة أيتها الأم أنت هي الجرة الجديدة التي أعطت الماء المحي للعالم أجمع فطوباك يا ابنة داود أيتها الحقل المبارك فمنك نبت الرب يسوع سنبلة الحياة الذي يشبع منه الجياع ويرتوي العطاش وتتحرر به كل الأمم من العبودية طوباك يا مريم من كل الأفواه والألسن إذ اقتنينا بابنك سنبلة الحياة وأعظم الغناء آمين موسيقى كل هين شرق ذو لمانو طعينو نمو موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا أيضاً على رقمنا على واتساب 009-61-7161-5527 خلين نروح ونشوف ميفي تزوفنا لليوم ونسلم عليهم وترافقونا أنتوا كمان بحلقتنا خليكن معنا رح نترافق أنا وأنتي مريم سوا ونروح بأول الضيف من تزوفنا لليوم عنا الفنان التشكيلي أنتوني عبد الكريم أهلا وسهلا فيك شكراً وإن شاء الله أول شي شكراً على الاستجافة وإن شاء الله تتلعوها حلوة بتحبوها أكيد نحن نطلعين كل إبداعك وكل فنك اليوم بخلال حلقتنا ورح نرجع نترافق نحن وأنت أنتوني بخلال حلقتنا شكراً لألك كمان منتابع جولتنا ومننتقل مرحباك كيفك أهلا سهلا ميسيل ميشيل الخوري حضرتك مورين نيم رح ترافقنا كمان بصوتك بخلال حلقتنا ميشيل أسهلا تكون وإن شاء الله بنعاد على الجميع وعلى كل المشاهدين وأنا كتير مبسوط مبسوط معكم شكراً بإذن الله أهلا وسهلا ميشيل شكراً شكراً كمان لتقاربنا الأساسية كمان رح يكون في معنا الأب الربان روجي أخراس مدير دائرة دراسات السريانية ببطرياركية أنطاكيا وسائر المشق السريان أورتدوكس باريخ مورا اللهم باريخ باريخ مورا أديو مكتوة أعمينا ددعينا زتر أعموخ ميدا عديدوك دهاتت كتلوك علي يلدا سالوهو وكل ميدا زتر أعلق ددعينا اللي عم حدودة أعموخ رابان روجي أخراس تودي تودي غلبي شكراً على الاستضافة وإن شاء الله عيد بركة العذرة يكون بركة لكل المؤمنين والمشاهدين اليوم شكراً لنبتك أكيد أبونا حلقتنا إذن لليوم صار وقت لحتى نبدأ فيها لحتى نكون بمجموعة من الفقرات وخاصة بأول فقراتنا لليوم ولفقراتنا لليوم فقرتنا حزيلاً نهره ونرافق اليوم عن عيد بركة العذرة أبونا نحن اليوم أول نحن عاموش أبونا نحن نعرف بكنيسة سريانية أكيد السيدة العذراء في مكان خاص بكنيستنا اليوم هو عيد بركة السيدة العذراء على السنابل نحن كم عيد فيه لسيدة العذراء بكنيستنا الكنيسة السريانية مريم بتعيد لسيدة العذراء بمحطات مختلفة من السنة التقصية وفي محطة أساسية اللي هي عيد البشارة اللي هو أساس تكل الأعياد أساس عيد الميلاد يلي على اسمه مسميين نحن سوبورو تلفزيون سوبورو يلي يعني يعتبر مثل كل عيد عذراء هو عيد لهذا التلفزيون كنا نقول حتى اليوم إذن عيد البشارة هو الأساس يلي فيه تجسد السيد المسيح صار بشر ببطن العذراء اللي هو أساس مثل ما قلنا لكل الأعياد بـ 25 أدار كمان في عنا من بعد عيد البشارة طبعا أحد مرتبطة بالعذراء مثل بشارة العذراء ومثل زيارة الأقليصابات عيد الميلاد طبعا بعد عيد الميلاد عنا تهنئة العذراء بـ 26 كنون الأول كمان هذا عيد خاص للسيدة العذراء عنا كمان منعيد لعيد ميلادة للعذراء اللي هو بـ 8 أيلول ونحن ما منعيد عادة للإديسين إلا عيد وفاتهم يعني انتقالهم للسماء لأنه هو عيد ولادتهم بالسماء بينما فقط السيدة العذراء ويحنى المعمدين منعيد لهم عيد ولادتهم هيدا شغلة لازم نعرفها ما هي السيدة العذراء ويحنى المعمدين فاطمة من السيدة العذراء عم نعيد بـ العيد ميلاد لأنه يعتبروا أكبر أو أهم شخصيتين السيدة المسيح بقول عن يحنى المعمدين لم يولد بين موليد النساء من هو أعظم من يحنى المعمدين طبعا هذا الكلام يشمل العهد القديم كله يحنى المعمدين هو أعظم موليد النساء وسيد العزراء قيل عنها أيضا هي مباركة بين النساء فبتشوف في شخص رجل يوحن المعمدين وفي امرأة هي المباركة بين النساء ومشان هيك شفاعة العزراء ويوحن المعمدين كتير مهمة شوف حتى القديس السريين بيبلش أول جملة يوحنون دعمدخ ومريم ديليثوق يوحنون دعمدخ هنون نهون لهم في صون احلفين يعني مريم والدتك ويوحنة التي عمدك فليكوناش في عين لنا عندك هالشخصين وبالإضافة تنكمل بأعيد العزراء طبعا في بركاتها بركاتها على الزروع بخمسة عشر كنون الثاني على السنابل مثل اليوم خمسة عشر أيار وبخمسة عشر أب عيد بركاتها على الكرون وعيد انتقالها هذي عيد السيد العزراء بسنة التأسية السريانية أبونا نحي عم نشوف أنه مثل ما ذكرت أنه إن كان باقي القديسين أو هاي عم بيكون في عيد لالانتقال هون السيد العزراء في كذا عيد وأعياد البركة يعني مثل ما ذكرنا بخمسة عشر كنون وخمسة عشر أيار وخمسة عشر أب من أين أجل أصل لهذه الأعياد؟ على أعياد بركة السيد العزراء في تقليد بالكنيسة في التقليد هيك خلينا بس عرف شو يعني كلمة تقليد التقليد يشمل كل ما تسلمته الكنيسة منذ نشأتها حتى اليوم يعني كلمة تقليد بالسنين يسميها مش المونوثو المش المونوثو يعني التسليم كل ما تسلمناه من تقاليد عدات أعياد إلى آخره تقوس تسلمت من بداية الكنيسة يمكن غير مكتوبة في الكتاب المقدس ولكن انتشرت بالكنيسة المسيحية المنتشرة في العالم في ذلك الوقت ووسط لنا من التقاليد عنا سيرة السيد العزراء يلي منا مكتوبة في الكتاب المقدس ولكن مذكورة في التاريخ الكنيسة وبالتقليد الكنسة وبسيرة السيد العزراء يلي ترجمة للعربي سيدنا مارغ روس صليبة شمعون مطران الموصل سابقا يلي منحيي ومنشكره على هالترجمة لقدم لنا إياها بسيرة السيد العزراء بيذكر أنه الرسل عنده تشيع السيدة العزراء لهي صاعدة إلى السماء بالنفس والجسد بيقرروا أنه يدونوا سيرة السيدة العزراء وبيقرروا أيضا أن يحتفل بعيد للسيدة العزراء ثلاث مرات بالسنة مرة بكنون التاني من أجل الزروع ومرة بأيار ومرة بقاب بخمسة عشر قاب من أجل بركة الكروم الهدف كان طبعا أنه الشعوب قديما كانت تحتفل بهالأعياد الزراعية وكانت بعض الشعوب الوسانية طبعا تطلب معونة الآلهة الوسانية لتباركها تبارك الزروع تبعها لأنه شعب كان يعيش معظمه من الزراعة فيطلبوا أنه ربنا يبعد البرد والضرر عن الزروع يبعد المصايب الأوبئة ممكن مرات الشوب الحر الجراد يأكل الزرع فيطلبوا البركة على الزروع يطلبوا البركة على أيضا السنابل وقت بنيسان أو أيار وقت الحصاد وبركتها على الكروم هذا الأصل التاريخي هو تقليد كنسة في الكنيسة يلي منذكره فيه شغلة حلوة ممكن نحكيها هون بالطقس السرياني بيقول في عنا بيت على لحن كوكويو بيقول لما وصل يحنى الرسول ومعه كتب سيرة السيد العزراء اللي كتبون الرسل إلى مدينة أفاسوس وصى ومتل ما هو مكتوب بهذا الكتب أنه يتعيدوا هالثلاث أعياد بأفاسوس وبيقول لما وصل لهونيكي صار فيه نوع من ندى نزل على الأرض نشوف كان هيدا نوع من إشارة من السماء على البركة طبعا العزراء يلي هي تعطي الندى وهي طبعا إلى رمز كتاب مقدس وراها الشي اللي صار أنه العزراء تشبه بالسحابة أو بالعنون ومسميها يلي هي نزلت لنا مياه الحياة يسوع المسيح هيك بشبهوا أباء الكنيسة من نبوءة إشعية الفصل 19 إشعية بقول رأيتوا سحابة مسرعة تذهب إلى مصر فشفوا الأباء بهالسحابة المسرعة التي تذهب إلى مصر مريم حملة يسوع وذهب إلى مصر وبعدين شبهوا بهالسحابة اللي أعطتنا مطر الحياة أو ندى الحياة اللي هو يسوع المسيح حالو يعني فينا نقول أنه اليوم هي مجموعة من الأعياد لسيد العذراء اللي تطعنا ببركة سيد العذراء وأصلا إذا نروح شوي لموضوع المغزى المغزى العام لأعياد سيد العذراء لبركة سيد العذراء تحديدا نشوف أنه هالأعياد تلاتتهم مرتبطين بتقديم اللي بتقدمها الكنيسة بالإفخارستية الكنيسة بالإفخارستية بتقدم الخبز والخمر تماما اللي بيصيروا بعدين جسد ودم السيد المسيح وهيك معنى هالأعياد أنه العذراء هي التي تعطي لنا السنبلة اللي هو يسوع المسيح الأمح اللي بدو يصير بعدين جسد الرب وتعطينا بعدين كمان الكرمة من الكرمة بيجينا الخمر من العنب بيجينا الخمر اللي بتقدمهم للكنيسة تقديمات الكنيسة ليصيروا جسد الرب هذا شيء مهم كتير لنفهم دور السيد العذراء حتى بالتاريخ أو بالنسبة أهميتها للمسيحيين لتاريخ الخلاص أنه هي التي عندما استقبلت يسوع في داخلها بالتجسد عندما قالت نعم أعطت يسوع للعالم أعطت يسوع للعالم وصارت هي إثبتكم باب لدخول الخلاص إلى العالم مهم فإذن أهمية أو مغزها الأعياد هي مع ارتباطها بيسوع المسيح نحن عندنا بتقليدنا السرياني ما في عذرة خلانا نقول لحالة دائما العذرة ومعها يسوع بالصور بالأيقونات بالصلاوات دائما العذرة مرتبطة بالمسيح فإذن تعييدنا لأعياد العذرة هي لأعياد العذرة بارتباطها بالسيد المسيح يعني بهالنصوص والصلاوات نشوف كيف تشبه مثلا مريم بالأرض التي تعطينا السنبلة للحياة بتكون المسيح السنبلة يتشبيه الثاني بسبموها هي السنبلة ويسوع هو القمح يلي يقدم على المسبح فيما بعد كقربان بشبهه أيضا بالكرمة الكرمة هو لقب للسيد المسيح قال أنه هو الكرمة الحقيقية ولكن بتشبيه آخر إذا خذنا صورة لمكان آخر العذراء هي كرمة أعطتنا أيضا خمرة الحياة اللي عصرت على الجلجلة وفي تأملات كتير على هالصور حالو إذا حاولنا فتنا هلأ قبل شوي بموضوع الأصل وفتنا بموضوع المغزى اليوم عن تحديدا عيد بركة السيدة العذراء على السنابل كمان من الأصل والمغزى في مجموعة من العقائد هاي العقائد بتكون خاصة بسيدة العذراء إذا فينا ناخد كمان لمحة عنها العقائد تخص السيد المسيح تماما من بإله واحد الضابط الكل بكل قانون الإيمان يتذكر السيدة العذراء بدورة بأنه هي ولد منها السيد المسيح ومنها الروح القدس هذا إلى دور بولادة السيد المسيح منها ولد ومنها الروح القدس ونحن بالإضافة لهذا الشيء منزيد بقانون الإيمان ولدها من العذراء والدة الإله يلي بهالصيغة فقط بقانون الإيمان بحسب ما بترتله الكنيسة السريانية أو بتتليه بالصلاوات منظيفة إذا سمعين قانون الإيمان بغير كنيس ما فيها الإضافة فإذا بتشوفه أهمية هاللقب والدة الإله يلي بالقرن الخامس الكنيسة سبتته بمجمع أفاسوس سنة 431 اللي هو الثالث مجمع بسكون من مجامع الكنيسة بتلعام قول العقيدة لا تخص العذراء بشخصها لأنه ما حدا مختلف نسبتكم على قيمة السيد العذراء ومكانتها ولكن تخص السيد المسيح لأن كان في خلاف حول طبيعة السيد المسيح في ذلك الوقت فإجت العقيدة تقول أباء الكنيسة يقولوا أنه الذي حبل به في مريم العذراء هو الله الإبن ومشان هيك يحق وينبغي أن تسمى التي ولدته والدة الله لأنه ولدت الإله المتجسد لم تلد إنسان فقط ولدت إلها تجسد فيها ومنها هذه يعني العقيدة الأساسية التي تخص السيد المسيح وهي ترتبط بالسيد العذراء بينما بيقى سنقول الأمور التي تأمن فيها الكنيسة مثلا انتقال السيد العذراء إلى السماء بنفسها والجسد لا يثبت بمرتبة العقيدة مثل ما نقول مثلا عقيدة الفداء أو الخلاص كي حكينا مننا هذه من التقليد الكنسي وليست من العقائد العقائد نسمعه مثلا بقانون الإيمان نسمعه لما مثلا مطران بدي يرتسم أو بطرق بدي يتنصب بيقرأ أعلان الإيمان تبعه ما بيعلن أمور مثلا عن العذراء انتقاله إلى السماء إلى آخره لأنه هذه منى بدرجة العقائد الأساسية بالكنيسة تمام أبونا نحن مثل ما هل ذكرت أنه في عقائد وفي مكانة أو تقليد نحن اليوم بكنيستنا هل عم نعرض السيدة العذراء للمكانة الكبيرة اللي هي والدة الإله أو لا؟ نحن بالتقليد الكنسي لا نستخدم كلمة عبادة للسيدة العذراء لكان؟ نكرم السيدة العذراء نعظم السيدة العذراء كيف هي عظمت الرب أول ما صارت معها النعمة عظمت الرب نحن بحسب وسيطها هذا منذ الآن تعطيني الطوبة جميع الأجيال أكتر كلمة من اللي إياه بالطقس السريينة نحن عم نتحدث مع العذراء أنه لخ يهبينان طوبه لكن نعطي الطوبة نطوب العذراء نكرم العذراء نتشفع بها يعني نطلب صلاطة للعذراء لتكون هي سبا تكون شفية لإلنا مفي سونيثة مثل ما تجيب التقس الكنسة أو باعويتو طالبة أو شفية لنا عند ابنها وبالتالي بموضوع الصلاة وجهة الصلاة الأساسية الجوهرية هي الله نحن بالصلاة نتوجه إلى الله هلأ يلي مرات بيقولوا منصلي للعذراء يعني بيقولوا مثلا خلنا نقول بالتعبير الشعبي فينا نقبلها فيها نقبلها إذا عم نقول نحن عم نطلب شفاعتها إذا المقصود عم نطلب شفاعتها إذا حدا بيفكر أنه أنا عم صلي للعذراء يعني الموضوع بيني وبين العذراء وخلص هون بيكون عم بيغلط بيكون عم بيغلط بتفكيره بس عم بقول عم صلي استعملها هالتعبير أخوتيا يعني هي ضعيفة ولكن إذا استعملها أنا بقبل إذا حطت باله أنه نحن نتوجه للمسيح الهدف هو المسيح هو الله مصلي له والعذراء هي شفاعة لنا معنا بتسندنا بسلاطة كل الصلوات السريانية بتشوفه منقول كان الناصرة غير مسكورة ولا محل بالعهد القديم يعني مدينة في الجليل في شمال إسرائيل والجليل يعتبر جليل الأمم يعني اختلطت فيه شعوب كتير مع اليهود وصاروا يعدوهم شعب خليط وغير نقي خلال عرقيا وبالتالي مرزول يعني بعين اليهود مثل درجة تانية أو تالتة ما في تفاصيل عنه أو حتى عن الأشخاص الناصرة مدينة مجهولة ذهب فإذا الملاك إلى الناصرة ليس إلى أورشاليم إلى بيت فتاة ليس إلى الهيكل قبل بجمعة كان عند ستة شهر خلينا نقول بترتيب الزمن كان عند زكريا بالهيكل ربنا موجود بكل محل حتى بالهيكل اللي مرات بتكون عبادتهم خربة ربنا كان موجود ما بيترك ولكن هالرسالة الإلهية المهمة أعطيت لإنسانة غير معروفة متواضعة في بيتها فإذا ما في إله سنقول صفات بنات الملوك أو الشهرة أو صفات معينة ناخد مثالتين أيضا عن الظهورات لما ظهر السيد المسيح لشاول أيضا شاول إنسان مضطهد للمسيحيين وللمسيح يضطهد المسيح في المسيحيين ظهر له ربنا تغير له حياته فإذا كما نحكي عن الظهورات يعني ما إلى معايير بالإنسان مؤمن أو غير مؤمن ما نتطلع إلى ما بعد الظهور نقول شو اللي تغير ما بعد الظهور هل في رسالة لهذا الإنسان لحياته لمجتمعه لكنيسته شو اللي تغير بعدين دايما إذا نقرأ معجزات السيد المسيح بالأناجيل بنشوف أنه كان دايما إلى هدف قبل ما يعمل مثلا الشفاء يسأل تؤمن لا تؤمن بفحص الإيمان نشوف وين هالإيمان موجود في غاية ما في غاية بمحلات كثيرة لم يقدر أن يصنع معجزة لأنه ما كان فيه إيمان عند العالم تماما فإذا كل محل ما نتطلع ما هو الهدف والغاية من الظهور قبل ما نحكم يصير أو لا يصير ظهور صح أو مش صح صحيح هاي الظهورات يمكن على قد ما يمكن للناس عم نقول نفي عندها خيانا نقول إيمان أو بتفضل يكون عندها إيمان أكتر أو بتحب يزيد إيمانها أكتر وأكتر فيمكن الأشخاص بتصلي أكتر بيزيد إيمانها أكتر ما هي أنه تكون عم بتحاول تتأكد أنه في ظهورات أو لا مش دايما مش دايما إذا بدك الظهور بيخدم هدفه يمكن ربنا يعني أنا بقرنا مثل مع المعجزات ربنا كان يعملها نقول كثر الخبز السيد المسيح شو لهدف كثر خبز أو بارك الخمرة بقانا إذا واحد شايف بالموضوع أن السيد المسيح كثر الخمرة للناس تشرب وتنبسط بهيدا العرس وكانوا رح يتبهدلوا لأنه ما عنده الخمر والمسيح إزبدك لأنه يمكن بيعزوا عليه أهل العرس يعني خلصوا من البهدلة يكون قطعنا من حد المعجزة يلي أنجيل يوحنى بسمية مش معجزة بسمية آية أي يعني علامة يعني سيد المسيح هناك عطي علامة وهذه العلامة تفسيرها على الصليب إذا الحدث المعجزة هي علامة على شيء آخر يدلك على شيء تاني إذا بتوقف أنت على العلامة مثل ما فسرت قبل شوي وبتشوف فقط الحدث شربه وهذا ومبسطه أنت تخطئ الهدف مثل مثلا واحد اليوم بدي يروح على مدينة بكتوب مثلا على راس الشارع بيروت إذا هدفك بيروت بكتنزل لتحد إذا بتوقف حد الأرمة ما بصلت للمديدة ما بصلت للهدف الريح عليه وهيك أيضا المعجزات إلا هدف إذا هي آيات تسمى تكثير الخبز سيد المسيح كثر الخبز كان نقول في ناس أكلوا شبعوا مبسطوا قالوا أنت بتطعمينا بعد بمرة بتعملنا إياها بتعدلنا إياها بعدنا شو عانين ما فهموا أنه هذا الخبز هو رمز لجسده الذي سوف يعطيه يكثره على مدى الأجيال والأيام يعطيه للكنيسة يعني إن كان بخمر تقانى ولا تكثير الخبز يلي اليوم مرتبطين نحن مع البركة مع السنابل ومع الكروم فإذا دائما ما نشوف الهدف وراء الظهور الهدف وراء المعجزة ما ضروري الظهور أو المعجزة يكثروا الإيمان صح نحن بحاجة مثل ما بقول في لوكسينس وما نبجل للإيمان من أجل المعجزة وليس للمعجزة اللي كي نؤمن إذا عندك إيمان بتشوف معجزة وإذا ما في إيمان ما بتشوف معجزة ممكن يصير عشرة ألف معجزة قدامك وتنكرهم بألف سبب وسبب مثل ما صار مع اليهود كان ينكروا كل مرة نحن نتابع أيضا بحديثنا معك وحزو يا رحيمي قد ما كملينا أمم ليدا عم أبونا رجي بصر مد أدعينا أعمى أنبيو ستكتوا ينبي ديا تقي عاتقتو اللي تكتوا رمزة دكما دي ليو عليو يلدا صالوه دحاوه هي رمزة خد أيدر بو هيأسيو مألعو مأودم هوخا أيدر بو آسي يشو عمشي حمي بسلتو تكتوا يلدا صالوه هش إي علاقت كتوا دموشي أون بيو هاتست رمزة اللي يلدا صالوه أدعينا استعم عمو أبونا أيدر بو أدعينا أو زونورو دايدر بو مكتشفة كتوا بي عيطو دمو زونورو بحمص أيدر بو بو زبنو تليسو يطوبة وفاتر يرخو مورغ ناتيوس أفرين برثوم وقامو يو اللي أدعينا دهية دحزيلا ويقرسوا بصرت وكارخ أعلى وحزيلا عماني دي وزارة دا أسعر بسوريا ودأديعي دا أزو نورانو تكتوا مدورو قامو يو أدعينا استدقاء الظهورات أو قوغليون تكاويد دي يولدا صالوه الدانفيقو بي عيطو دمر فترو سفولوس بيمساد بي بلبنون اللي تكتوا بألف و تعمو شوعة بعصرونيسن أدعينا أعمع الغلبي مدون وقدر بو تدمرو ساني اللي دا احنا كلوزم لن هي مونوسو دا حوزينا إي تدمرتو لو دا حوزينا تدمرتو لجنتوي لن هي مونوسو قدما كملينا احنا بومة مليدن عم أبونا روجيو ولكن راح نتوجه لحتى نسمع ترتيلة من ميشيل خوري بهاي المناسبة ببركة السيدة العذراء على السنابل يا إمي لبسما لحام لهم من ناس صلاطي بقدما إيلك بيها الإداس بعيدك الحلو زهر وج الكون يا مريم العذرة لدقت الكاس يا رفيقة الأيام بالصلاة والإيمان غمرينا غمرينا بالسلام والهنا والأمان في ضي عهل أرض المحب والحنان يا مريم العذرة احمي لبنان نامي نامي بقلبي بروحي بعيني يا إمي يا حنوني يا أغلى من عيني نامي بقلبي بروحي بعيني لحناني يا إمي يا حنوني يا أغلى من عيني يا إمي يا حنوني للب السماء لحامل هموم الناس صلاتي بدّما إلك بيها الإداس بعيدك الحلو زهر وج الكون يا مريم العضرة لدقت الكاس شكرا لألك ميشيل شكرا لصوتك اللي اليوم معا من نرجح تحية وأيضا سلام لأسيدة العذراء وبركة أسيدة العذراء على السنابل رح نجمل إحنا وأنت بخلال حلاتنا لليوم شكرا لألك كمان رح منتابع بخلال حوارنا ولقائنا اليوم مع لاب ربان رجي إخرس حكينا عن موضوع الظهورات حكينا عن العودة لأسيدة العذراء مريم بخلال الكتاب المقدس في ألقاب معينة أطلقت على السيدة العذراء بخلال الكتاب المقدس كان في ألقاب واضحة لأسيدة العذراء إذا فينا ناخد هيك ولو لم حعم معا موضوع هاي الألقاب أول لقاب أهم من أين لي أن تأتي إلي أم ربي فهي أم الرب وهذا دائما بيذكرنا بارتباطها مثل ما قلنا بالسيدة المسيح فهي أم الرب هاي دي أول لقب اللي الكنيسة بعدين طورتها لها المصطلح اللاهوتي والدات الإله لأن الرب هو الإله واحد فهي والدة يعني أكثر من حتى من أم إذبتكن فيه دقة لهوتي الأم ممكن تكون أم روحية يعني مثلا منقول المعمودية هي أم روحية لألنا بس العذراء ليست فقط أم روحية هي أم بالجسد للسيد المسيح ولد منها بالجسد فإذن مش نعيك ولدته فهي والدة بالإضافة لكون أم فإذن والدة الإله أو أم الرب لقاب التاني مثلا مهم جدا هو نستخدمه بالسريينة طوبونيسو المغبوطة ليش لأنها منذ الآن تطوّبني جميع الأجيال هيدا لقاب كثير محبب ثلاث مرات بالأنجيل العذراء أخذت طوبة ناخد المرة الأولى لما هي راحت عند الإصابات وقالت لأي الإصابات طوبة للتي آمنت بما قيلها لها من قبل الرب شوفوا أسس الألقاب دايما بالكتاب المقدس طوبة للتي آمنت بعدين هي بتقول هاموذو الآن تطوّبني جميع الأجيال ثاني مرة طوبة ثالث مرة كمان هيدا إثباتكم ثلاث تطويبات بالأنجيل لما يقولوا للسيد المسيح لما سمعوه طوبة للبطن الذي حملك و للثديين الذين رضعتهما فالتالث مرة العذراء بتاخد الطوبة أيضا مرتبطة مع ابنه تماما يعني بهالتالث مرات ولقاب تالث خلنا نذكره أخير هو المباركة المباركة بتشوفوا مرات حتى تحت الصور السريانية مكتوب مش مريم أو العذراء مريم مكتوب بس كلمة وحدة المباركة هذه هي المباركة بين النساء تماما هذه هي مجموعة من الألقاب التي اليوم أطلقت على السيدة العذراء بخلال الكتاب المقدس أيضا א�ذا بنروح ونعرف أيكا بكمان ظهورات السيدة العذراء بخلال العهد الجديد بالكتاب المقدس كان في الى مجموعة من الظهورات اليوم في مجموعة من الذكر هي ذكرت بأماكن معينة بالكتاب المقدس بالعهد الجديد ننتبه كتير مهم أنه ذكرة السيد العزراء بمحطات أساسية اللي هي عندها تجسد الرب وعندها الفداء تشوفوا المحطات الأساسية بتاريخ القلاص اللي هي التجسد والفداء العزراء موجودة فيهم ليش إذا ما ناخد وراء الأحداث لأنه في عنا في العهد الجديد ولادة عهد جديد ولادة بشرية جديدة اللي الرأسها البشرية هو آدم الجديد مثل بسنه واربولوس يسوع المسيح حوا واينا هي العزراء بولادة هذه البشرية الجديدة هي تلد المسيح هذا المقارنة يعني جسديا عندها ولادته بالبداية إنجيل لوقة وبداية إنجيل متى نقرأ أحداث الولادة البشارة والولادة والسيد المسيح يلد العزراء روحيا ولادة روحية هذا تأمل بمار أفران بيقول مع الفداء الذي سوف يعمله على الصليب نشوف مريم واقفة تحت الصليب بيقولنا بإنجيل يوحنة وكانت أمه واقفة تحت الصليب هيك حلوة كتير هالواقفة تحت الصليب منا منهارة الأم اللي شايفة ابنها منا منهارة ولكن واقفة تحت الصليب وعم بتشوف شو عم بيصير تنتظر وعم بتسمع كلمات الملك بدينايا يملك على بيت يعقوب إلى الأبد وعم بتشوفه على الصليب فيه بيبدأ يمكن بقلب العذرة مثل ما فسروا بعض الأباء يمكن قطعت إذبتكم سهم شك وأنت يجوزوا سيفهم في قلبك هذا قال إياها سمعان الشيخ يمكن هي وعم تسمع مريم وعم تتذكر كلم الملك وين الألية الملك وشو عم شوف أنا هل انتهى كل شيء فمن بعد العذرة كمان من الذين بقوا أمينين مع السيد المسيح حتى النهاية مع باقي النسوة كمان هي من الأول الشهود الذين يشاهدون القيامة فإذاً إذا ما ناخد هالمحطات الأساسية يعني العذراء أهميتها ولو لم تذكر خنقول بباقي الأنجيل غير محلات قليلة فيها نحكي عنهم ولكن الأهمية ذكرت بطرفي الأنجيل بالأحداث المهمة للخلاص للتجسد والفداء صحيح أبونا مثل ما شفنا هلأ شفنا الألقاب اللي قطلقت عايز السيد العذراء والأماكن المهمة اللي ذكرت فيها مثل ما ذكرت المحطات الأساسية للتجسد والفداء شخصية العذراء مريم شلون كانت هاي الشخصية مثل ما ذكرنا أنه ظهر للملاك وشاف تواضعه فإيش مميزات شخصية العذراء مريم التواضع الطاعة الخدمة الفرح بفرح الآخرين يعني لما تسمع مثلا قالي سباط أنه عندها طفل بتروح لتفرح معه اليوم إذا ما ناخد العالم تسمعه حدا تاني ناجح أو عنده فرح بحياته ومش كل العالم تفرح له صح مرات اللي بيحستوا يمكن أكثر تتفاوت ردات الفعل تتفاوت فإذن هالروح المتواضعة الطيبة الخدمة الخدمة اللي موجودة تذهبت اللي تخدم من شوفها وإذا بدكم هالوضوح وتوجيه الكل نحو السيد المسيح هي بتعرف بقانا مهما قال لكم ففعلوه عم بتوجه بتعرف وين الحدود يمكن بتتدخل شوي بتطلب من السيد المسيح بدالة الأم والسيد المسيح يمكن شوي بيقول ما لك ولك ما لي ولك يامرأة بعض الناس هيك بتقول انه ليش صدت سيد المسيح كأنه رفض لطلب بسيد المسيح حبي يفرج إذباتكم بنفس الوقت انه هو يحترم حواء الجديدة تمها إمرأة بتحكينا عن حواء الجديدة طاها هيدا الدور لأنه اسم حواء هو المرأة وبنفس الوقت خلى فرجة انه هو عندما يجري هذه الآية يجريها إذباتكم كمان لهدف اللي شرحناه قبل شوي يرتبط بالصليب وهالآيب تدل على الصليب وليس نشوف انه طلب ام وابنه يعني ما بده يتخذ الحدث بهذا المحور فنشوف العذراء هي نسبتكم التي ده تدل على السيد المسيح وهذا بيدل قدي فيه بشخصيتها من ام حا مش اللي هي بتفتخر بابنه شوفه ابنه اللي هو لا هي تشير حتى بالآيقونات بتشوفه إيدا تدل إلى السيد المسيح هي التي تشير إلى السيد المسيح محل تاني كمان بالانشير منشوف لما يجي ويقول من هم أبي وإخوتي وأمي من هم أمي وإخوتي كل من يسمع كلمة الله فهو أبي وأختي وأمي كمان من تلاحظ ان السيد المسيح هنا وكأنه فيه ناس بتفكر انه عم بيبتعد عن عائلته الجسدية اي ولا يعني فيه شي انه السيد المسيح ما بده العالم تفكر انه هو فقط من هذه الأرض وهي دي عائلته وهي أمه وهي دي أصله لأنه فيه أصلتين من السماء بس من نفس الوقت مين اللي سمع كلام الآب العذراء فإذا هي بالأولى أمه سبتكن جسدياً وروحياً صار فيه المعنى انه هولي بيكونوا أبي وإخوتي وأمي كلهم على المستوى الروحي والعذراء كان إلى هذا الدور أكيد بمجموعة منلاحظ كمان هاي المجموعة من المقولات اللي كنا عم نحاول نذكرهم بالبداية مقولات السيدة العذراء اللي وردت لكن عم نحكي عن موضوع هي أنه أماكن ودورة وظهورة بالكتاب المقدس بالعهد الجديد كمان في مجموعة من المقولات اللي حكينا عنهم بالبداية لما قالت كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلاً هو ذا أنا أمة للرب ليكن لك قولك هون حكيت حضرتك عن مفهوم الخدمة والطاعة الكاملة السيدة العذراء قديش نحن اليوم إذا نحاول نعمل لأسقاط على أرض الواقع الخدمة والطاعة الكاملة نحن كمسيحيين فعلاً عم نكون بناوحي الخدمة والطاعة أسمحلي بس قبل أن أجري على الخدمة والطاعة لأنه ذكرت شغلة وهيك بتاخد كمان صفة من صفات العذراء لما سألت كيف يكون لي هذا تماماً الأباء شرحوا كمان مر أفرامه وغيره أنه هون السيدة العذراء كمان يعني فرجت حكمته على عكس إما حوى يلي لما إجا الشيطان أو الحية وإجا وحكي معها ما سألت قال هديك دللة بساطة على غباوة شوي يعني مر أفرام بيقول حوى لما ما سألت يليزم تسأل وتتأكد أنه شو ميع بيحكي معها وشو الهدف بينما العذراء فرجت حكمته هاي كمان تضاف إثباتكم عند العذراء أنه في بساطة في تواضع كذا بس مع حكمة وإلا إذا بساطة بدون حكمة ممكن يصير مثل ما قلنا غباوة العذراء وطاعتها وخدمتها إذا ما نعمل الإسقاط اليوم على المسيحيين مرات بالكنيسة نطلب إشياء من ناس تعملها بيفكروا أنه في خدم شوي هايدي مش لقلي مش أنا بعملها يعني بتطلب من شخص بتقول له تنقول حمول شميس حمول هالشمعة لا أعطيها لها هاي الصغار أنا شو ما سقول شمعة أنا لازم تقوم بسعد التسابيح أنا مثلا بتشوف لاحظ يعني لما تلاقي مثلا هيك ردة فعل وبتقول العذراء كيف كانت تتصرف المسيح إله السماء والأرض بيجي وبيصير إنسان من تراب ويخسل أرجل الترابيين وكذا بتجعب تقول نحن عم نسمع بالكنيسة تعاليم بس التطبيق وين التطبيق وين هل عم يعني منه فقط بالمظاهر وباللباس الكهنة والشمامسة عم أخذ مثال واحد نأخذ أمثلة كتيرة لازم هنن بالأولى الخدام المسبح أو الكهنة هيدا يكونوا متمثلين يعني لما بلشنا حديثنا قلنا العذراء نشوفها نتمثل فيها هيدا أول شغلة يعني قبل ما نأخذ إثباتكم نروح بالتأملات الكبيرة الكتيرة ولكذا ما أنه فقط شعر هيك عم نكتبون للعذرة لما كتبوا الأباء كل شي كتبوا من صلوات بقيت لليوم هي لنتمثل فيهن إذا ما كان في هالمثلة هالقضوة كله على العبس مربولوس بيقول اقتدوا بي كما أنا بالرب اليوم مين منا في يقول اقتدوا بي كما أنا بالرب هين بيسترجي يقول هيدا الكلمة لازم كل واحد يفحص حاله يشوف هل بيقدر يقول اقتدوا بي كما أنا بالرب أكيد هي المعنى يمكن والمغزى الأساسي ضمنيا هي بتكون القوة والحقيقة أكتر صحيح أبونا راح نكمل ونوجه للمتابعين النشي اللي نحكى هلا حزو يرحميكم مالينا وعلى علمشم هوس دي يلدسالوه وآلقاب اللي دميري أعلى اللي دهية كتيو يمود آله أو يلدس آله ولقاب دهية وإلى بيعي تيدا دهية وإلى يمبارختو كتيو مبارختو بناشي وهي وإلى الطوبة اللي دهية موعدو بصر أدوري كله كو بلي طوبة وهي وإلى طوبوسو غلبي هاني وين أمشم هوسيدا وآدي عينستا دهية بوكسو وقاديشو أو بيديا تيقي حداتو الدكوس دنفيقو إباية هنة تكتو ندكوس ألصو الساقية اللي بيمس جشمون وصدو آله وإنقاد وفرقو نيدا اللي تكتو هي يلدسالوه أعمى ميقاميتو مينة قد دو مولو دا حيالا أعمى أجد شدح هاي دا إنا قد عابر له هيكلو وبصر مينة هل فايشو عمه اللي حاريتو إنا قد فرقل لان علو صليبو وبصر مينة تكتو هايش بقيمتو قد ما كملينا إيكرو دا اديمو عم كل حد تكتو عليدا فايدا دو فيسبوك تكيتو أعمينا ميسون بحث كموصلات حلو وصوت جميل عدرة تحميك أيضا بترس القسل عدرة المريم تبارك كما بارك السنابل ألبا مادو عيدو بريخو وأيضا معنا مطانوس أبو عيد برامج مشوقة وكأنه في عطش وحاجة لقنات كن جميلة ربنا يبارك فيك وبيهم مت كن وأيضا بارك مور أبونا فيكتوريا مبارك مور أبونا ميقرر جاء أخرس شلوم مريم مطارق الله يقوي ويحفظ إن شاء الله بركة السيدة العزراء تكون مع جميع نصلي ونقول هلال 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 هلالو يا أوي شوع شبح لش مخطب لمخ بربع فنيون دبريس ملفون فيكتوريا موسى شمو من السويد بشين وشلوم فيدندو فيسبوك وتكمي وقلد ميشيل شافير يا غلبي موخو عم حدودك كزين وقد شمعينا زمرت تضيعيتم يا ميشيل ميشيل رح نسمع كمان ترتيلة منك كمان بعيد السيدة العزراء والناس مثل ما هل هل سمعنا بالكومنتات عم بيقولوا إن صوتك حلو فصار الوقت لحتى نسمع الترتيلة شكرا لكل المشاهدين إليك الورد يا مريم يهدى من آيادنا هل أمي وأقبلي من عربنا حوفي أكيد ما تهنينا أكيد ما تهنينا حروب تملأ الأرض وضيق هعنه لن أرض غدونا كلنا مرض وليس فينا سوا كي من يداو سوا كي من يداو إليك الورد يا مريم يهدى من آيادنا هل هل أمي وأقبلي من عربنا حب أكيد ما تهنينا أكيد ما تهنينا على على الأبواب أطفال لهم في العمر أمال يذوب يذوب القلب إن قالوا جود علينا فإن الجوع يضنينا فإن الجوع يضنينا يضنينا فإن الجوع شكراً ميشيل والله يحملك لهالصوت أكيد رح نتابع معك كمان بحلقتنا لليوم رح نتوجه لعند أنتونيو ونشوف أنتونيو أين صرنا هلا باللوحة لوحة السيدة العجراء كنا أول شي عم نرسم الوجه والتفاصيل الوجه هلا أين وصلنا؟ خلصنا الوجه والتفاصيل وملامح الوجه والتواب كمان وبلشنا بالفون وبالأغيول تمام حلو كتير أكيد رح نرجع ونشوف كمان ونتابع معك أنتونيو أبونا كما كنا عم نحكي قبل شوي عن سيدة العزراء عم بنشوف هلا يعني التعظيم العزراء مريم هي عم تعظم الإله هي والدة الله وتعظمه لما عم تقول تعظمه نفس الرب وتبتهي جروحي بالله مخلصي الميزات اللي عنده هو الصفات أنه اللي والدت الله وعم تعظمه كمان التعظيم هون كتير مهم نفهم المقصود بكلمة التعظيم ربنا عظيم بذاته لا يعظم إذا بدكم إذا صلى يناله ولا ينقص صلواتنا لا تزيد عليه ولا تنقص عليه ورجانوس بيقول عندما نعظم الرب نحن الذي نعظم يعني نحن نرتفع إذا بدكم لما نعظم ربنا وليس هو ربنا إذا بدكم يكبر أو يصغر هذه مهمة نفهم التعظيم مثل لما نقول نبارك الرب هو مبارك بذاته بس الذي يبارك هو يتبارك نقدس الرب عندما نقدس هو قدوس بذاته لا تزيد القداسة عنده ولا تنقص إذا قدسنا أو لم نقدس ولكن الإنعكاس هو على الإنسان الذي يصلي يعظم يبارك ويقدس إذا العزراء تعظم الرب يعني عبتقول كل ما أخذته من رفعة من عظمة أعيده إلى الرب ما هو لك ما هو منك أعيده لك يعني هذا أساس بمفهومنا للصلاة المسيحية كل شيء بحياتنا هو نعمة من عند الله بقول أي شيء لك لم تأخذه بقول مربولوس كل شيء فإذا هو عطية من عند الله ويجب أن نعيده إلى الله بالشكر كيف نحن نرجع نشكر ربنا الحياة نخد مثل الحياة نأخذ الحياة كعطية من عند الرب ونحن نعيد هذه الحياة إلى الرب عندما نسلم حياتنا للرب بإيرادتنا بمشيئتنا نسلم حياتنا كل تفصيل بحياتنا نحطه بين إيدان ربنا هذا وأنه ننقل هذه الحياة إلى الآخرين تكون كمان طريقة من شكر الرب على الحياة التي أعطانا إياها هذه الرسالة التي مرات يتجوز ويقول ما بدنا أولاد يعني يشوفوا قديش بيكونوا هنين عم بينكروا هالعطية الأساسية بحياتهم اللي الله أعطاهن إياها وينقلوا الحياة أيضا الحياة الروحية يلي نحياها بالروح القدس هذه الحياة أيضا ننقلها إلى الآخرين هيك ما نكون نحن عم نشكر ربنا على عطيته الأساسية هذا اللي عنده العذراء عندما عظمت الرب فكانت هي عم تعيد إلى الرب العظمة التي هي أخذت تنسب إلى الرب هذه العظمة صحيح أبونا لما عم نكمل بصفات السيد العذراء كمان مثل ما ذكرنا قبل كانت مع السيد المسيح بكل مراحل حياته نشوف لما كانت بالهيكل المسؤولية اللي هي كانت على عطقة لما قالت له أبوناي لما فعلت هكذا بنا والدك وأنا كنا نبحث عنك معذبين فنحن نشوف هون المسؤولية أنه مثل ما ذكرنا الأمومة هي حتى فيها مسؤولية كتير كبيرة طبعا السيد العذراء كان قلبها على يسوع من هو وصغير ربته كأي طفل خلنا نقول اليوم أم بتربط طفلة فكانت قلبها عليه مالهوفي عليه يشغل باله عليه وقع شرح عليه طبعا الأنجيل ما ذكر هذه التفاصيل شو صار بطفولة تسايد المسيح مشان هيك في ناس كان عندهم بعدين حشرية ويرجعوا يكتبوا أنجيل منحولة طفولة هذا لازم نعرفها أنه من كتبوا بعدين فيما بعد كانوا ليعبوا هالفراغ ياللي الأنجيل الأساسية الرسمية المعترف فيها بالكنيسة أو بسمية القانونية ما ذكرتها فبالأنجيل خلنا نقول المنحولة في كتير أحاديث عن المسيح والعزراء وبينيتهم شو صار وإلى آخر الأنجيل المقدس لما ذكرها الحادثة كان إليه عبرة ليست فقط إذا ما تكون على مستوى بشري طعام الأم وأبن هذا موجود أكيد ولكن فيه على مستوى روحي كان فيه مغزة لما السيد المسيح بيقول ألا تعلمان أنه ينبغي لي أن أكون فيما لأبي يعني من هون وبالرايح لازم تعرفوا أنه أنا لدي أب في السماء بعد شوية إذا بتقل بالإنجيل الصفحة اللي بعدها هذه مثلا مرق اللوقة فصل الثاني فصل الثالث الآب من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب بالمعمودية دغري بنروح من الهيكل إلى المعمودية هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هون ببين يسوع بنوته بيقول بإنجيل اللوقة كان يظن ابن يعقوب ابن يوسف ابن يعقوب ابن هالي ابن 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 إلي يصل إلى آدم ولكن كان فيه أيضا صوت السماء الذي يقول هذا هو ابن الحبيب كان فيه هالأصلين الأصل السماوي والأصل الأرضي يلي دائما إنجيل اللوقة كان عم يشدد عليهم فبهالحادثة بالهيكل كان يسوع عم يفرج لأمه وبيه ما تنسوا الأصل السماوي ما تنسوا الأصل السماوي أكيد هي مجموعة من المقولات يلي كانت السيدة العذراء يعني معروفة فيهم بخلال الكتاب المقدس كمان بمقولتين كمان تم ذكر السيدة العذراء فيهم ليس لهم خمر بالعرس لما هي طلبت يعني ليس لهم خمر اليوم نحنا زمنا نشوف يمكن هي هون دلالة على حنان القلب يعني هي ما بس حنونة على أبنه ولكن هي حنونة أيضا على الآخرين أنه هنه ما عد عندهم خمر أبدا من القلب اللي نحنا نستخدمه للعذرة هي الملجأ البثقاوسو أو الملجأ يلي نحنا منلجأ له تماماً فاللي عنده طلبة ولد عنده طلبة مرات كتير يلجأ دغرة للأم لأنه الأم كما تقوله هي التي من رحمها يولد الولد والرحم مرتبط مع الرحمة مع الحنان ففي شي مرتبط بالأم وبالرحمة وبالعاطفة الأمومية أكتر هنقول من الوالد هذا شي خاص بالأم تماماً تماماً نقول هيك ننتبه أنه ربنا رحوم له أحشاء أم وبيحكي عن إسرائيل أو شعب الله خير نقول بالعهد القديم أنه مولود من هذا الرحم الإلهي يعني من محبة ربنا هو الذي يختار شعب وأقام شعب إلى آخرين فمريم العذراء هي أم وبالتالي عندها الرحمة هالحنية شفناها بالهيكل عندها أهل الحنية والحب والمحبة ليسوع وابتلها فعلاً وبعرس قانا أيضاً يعني اللي حرك مريم العذراء طبعاً أهل العرس ومع عندهم خمر وبلكة هي بدأت ساعد بدأت ساعد ولكن السيد المسيح يعرف أنه الأحداث التي يقوم بها كلها إلى مغزة من أجل خلاص البشر هي آيات تحمل مغزة أبعد من مجرد الحدث اللي نشوفه قدامنا هيك لازم نحن بالأحداث بحياتنا اللي بتمر في مرات أحداث نقراها منشوف صار معنا شفنا هالمرض شفنا هالشدة صارت هالديقة أنا مش عم بتوفق بشغلة إلى آخره مرات واحد بيغرق بالحدث هيك المادة بأرضه ولكن دايماً لازم عين الإيمان ترفعنا شوي نشوف من أعلى نشوف من أعلى لنقدر نتجاوز هالمراحل وهالصعوبات يعني إذبتكم نحط عيون الروح نلبس عيون الإيمان أو عيون الروح لننظر إلى الأحداث السيد المسيح كان دايماً يريد من الناس أن تنظر ومن أمه ومن مريم ومن الآخرين من الرسل دايماً يشدد على الإيمان يلي هو ينظر إلى أبعد ما في الحدث المادي اللي عم بيصير قدامنا كمان كان في شيء نوع من الحكمة خلين قولوا الوعظة الأساسية اللي هي بيانتنا إياها من خلال كمان أحد الجمل اللي قالتها مهما قال لكم ففعلوه يعني هون عرفت بالحكمة بالعظة بأنه وصلت لنا حاولت أن توصلنا فكرة مهما قال لكم ففعلوه هيدا سئتها بيسوع سئتها بيسوع أرادت أن تنقل هذه الثقة للآخرين هي تعرف عند هذه الثقة بابنها وتريد أن الآخرين أيضاً تكون لهم هذه الثقة مهما قال لكم ثقة مطلقة ونرجع للموضوع الأساسي هنا يبين الإيمان تعريف الإيمان هو ثقة واتكال على الله فإذا تدعو الناس إلى الإيمان بابنها هذا دور العذراء العذراء دورها أن تقودنا إلى يسوع هي إحدى أسبدك الوسائط التي تقود إلى يسوع بل واسطة أسبدك مميزة عن باقي الوسائط في وسائط كثيرة ربنا يعطي مفتيح كثير طبيعة واسطة لتقود إلى الرب الكتاب المقدس واسطة ليقود إلى الرب الصلوات المنصلية أيضاً كل وسائط لتقودنا إلى الإيمان بيسوع المسيح العذراء هي هذه الواسطة بالإضافة إلى أنه هي تقود هي تساعد بصلواتها هذه الشفاعتها بتساعدنا تعطي بوش ليس فقط عبدلنا طبيعة عبدل لك بس ما فيها تساعدك ولكن العذراء بتساعد هي كمان بصلواتها بشفاعتها أيضاً تعطي بوش سليب كثيرة ووسائل كثيرة اليوم عبد قودنا لسيد المسيح ومنهم مثل ما حضرتك حكيت الواسطة الرئيسية هي سيدة مريم العذراء صحيح طارق رح نكمل أيضاً بحديثنا ولكن من بعد ما نتوجه لك الحدا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك سوبورو تيفي في معنا سمر حنة عم تقول أمين وخاتون عم تقول بارخ مور أبونا الله يحفظك ويقويك وكمان أبونا جون كوكي ربنا يبارك بحياتكن وفي معنا أيضاً نيلي من السويد عم تطلب من ميشيل يرتل لنا ترتيلة أعطينا ربي قبل كل عطاء أعطينا ربي قبل كل عطاء أن نحط الطفاتة في سناك كل ما دون وجهك الجمي وهم أعطينا ربي أعطينا أن نراك ربي رد الأهوال أعطينا لو أعطينا وقبلنا يضربنا واجد لا تهم خلاك جود ربي جلت يمنىك لتعرف القبض فمن منك رب لا يستزيد كلما غبت الحساسين من ماء رنت حلوة إليك بشكري وتعالت إليك في لفتاتي الصبح صلاة من زكزقات وزهري أعطينا ربي قبل كل عطائك أن نحط التفاتة في سماك كلما دون وجهك الجمي وهم أعطينا ربي أعطينا أن نراك شكراً ميشيل شكراً لأنه لبيت لنا هذا الطلب لبيت طلب لنيلي وما كنت محضر هاي الترتيلة شكراً كتير شكراً أبونا متابعين معك بحلقتنا اليوم بحكينا عن السيدة العذراء إيش الشي اللي نقدر نتعلمه من حياة السيدة العذراء شي لحتى نحن نعيشه بحياتنا الشغلات نقدر نقتدي فيها ونعيشها بحياتنا ممكن ناخد نقطة من حياة السيدة العذراء أنه هي السماء الثانية التي سكن فيها رب المجد يعني ربنا اللي خالق السماء والأرض وما بيقول بالمزامير أنه السماء لا تسعه هو رب الخالق الكون كله بطن العذراء وسعه وبالتالي نحن أيضاً ربنا يدخل بداخلنا بالقربان عندما نتناول الرب بالقربان بالخبز والخمر مثل ما مريم العذرة قدرت حملت يسوع بداخلها تسعة أشهر وبقيت متواضعة وبقيت مطيعة للرب وبقيت ممحية هيك متوارية مش هنقول على الملأ بتكشف حاله وبتحب الشهرة وبتحب أنه الناس المجد الباطل والناس تمدحها وإلى آخره نحن أيضاً يلي بيكون فيه السيد المسيح سيكن حقاً يتمثل بهالتواضع طبعاً السيدة العذراء ومثل ما السيدة العذراء أعطت يسوع للعالم وكانت تدل دايماً على ابنه مثل ما قطع معنا اليوم هيك أيضاً نحن عندما يكون فينا يسوع المسيح أيضاً يجب أن نعطيه للعالم ماريا عقوب لما كنا عم بيقول لها تكلمي يا مريم تكلمي يا مريم لأن كلامة فمكي يشبه صوت جبرايل أنا لما عم بسمعك حسس كأنه جبرايل اللي عم بيحكيني عم بسمع السلام عم بسمع هالتحية الحلوة اللي سمعتها أنت اتكلمي أنت طلعي هالكلام الحلو الكلمة سكن فيها كلمة الله سكن فيها نحن هيك أيضاً يلي كلمة الله يسكن فيه مثل ما قول مربولوس اللي تسكن فيكم كلمة الله بغنى اللي يسوع المسيح الكلمة سكن فيه كلمة الله اللي متشبع فيها أيضاً بقراءة الكتاب المقدس سكن فينا بيطلع من تمنا هالكلام الحلو السلام المحبة يلي بتعبر عن تواضع الإنسان عن امتلاء الإنسان عن امتلاء بالروح فإذاً يجب أن نمتلأ مثل ما السيدة العذراء امتلأت من الروح القدس من سكن المسيح فيها لأن احنا أيضاً من خلال مثل ما قلت القربان المقدس اللي عم ناخده كلمة الله اللي عم تسكن فينا بغنى نقدر ننقل للآخرين نكون نحن مبشرين بهذه الكلمة شهود للسيدة المسيح كيف العذراء شهدت وكانت في مراحل الإيمان والخلاص الأساسية نحن أيضاً نكون شهود للسيدة المسيح وصائت للآخرين من أجل أن نقودهم إلى الخلاص إلى المسيح صحيح أبونا نحن اليوم بختام حلقتنا أو بختام حوارنا معك اليوم الكنيسة المارونية أيضاً عم فقدت البطريارك مار نصر الله بطرس صفير ايش تحب تقول بهذه المناسبات؟ على المسلث الرحمات سيدنا مار نصر الله بطرس صفير أكيد من قدم التعازي للكنيسة المارونية بلبنان وبكل العالم على فقدان هالشخصية اللي كان عنده كثير من صفات السيدة العذراء يعني هالتواضع هالبساطة اللي كان عايش فيها بتذكر بالسيدة العذراء اللي حكيناه اليوم عن السيدة العذراء كان من المتشبه، إذا بدكن من المتمثلين بالسيدة العذراء بحياته بهذا التواضع هيك بذكر أيضاً النشاط اللي كان عنده إياه ومن شغلة سمعتها من مسلث الرحمات سيدة زكا هيك حب إذكرها اليوم عن سيدنا صفير كان قال تقى معه وخبرنا إياها بأحدى المرات كان طالع التكنولوجيا الجديدة وكومبيوتر وهيك وقال عن سيدنا صفير أنه تعلم مع أنه كان كبير بالعمر حطوا تعلم على الكمبيوتر وبقى هو يدق وعظاته وخطاباته ورسيله على الكمبيوتر ومع أنه كان متقدم في العمر بس حاب يتعلم هالتقنية يمكن غيره مثلاً بعمره ولو فيه سكرتارية بيشتغله إلى آخرية لا كان يشتغل بيئيده ويعمل هذه السفات تدل على أثبتكم التواضع تبعه على الانسحاق اللي كان عيشوا بحياته خلي اليوم كلنا سوى مصلي وقلوبنا مع الكنيسة المارونية بهذا الفقدين الكبير اللي أصاب الكنيسة المارونية ونطلب من ربنا أنه يقيم دايماً رعاة يحكمونا بالعدل بالاستقامة في الكنيسة ويمثلون الراعي الحقيقي يسوع المسيح الله يرحموك معنا ونتبارك بصلواته أبونا شكراً كتير شكراً لوجودك معنا اليوم وغنيتنا بمعرفتك وعرفنا أكتر عن عيد بركة السيد العذراء عن السنابل وعن العذراء بشكل عام شكراً لألكم على الاستضافة وربنا يبارككم بشفاعة العذراء شكراً لألك الأب الربان رجاء أخراس مدير دائرة الدراسات السريانية بباترياركية أنطاكيا وسائل المشق لسريان الأورثدوكس شكراً لوجودك معنا شكراً شكراً طهر راح نترافق نحن وكل الأشخاص يلي نرجع عندهم ولألنا عن جديد على قناة سبورو تيفي وكل الأشخاص يلي كمان عم يرافقنا من بداية حلقتنا نحن اليوم عم يرافقكم بحلقة خاصة بعيد بركة السيد العذراء على السنابل راح نرجع نتابع معكم مع بقية ضيوفنا بحلقتنا لليوم ولكن راح تواجه لبريك وراجعين لنكمل معكم ترجمة نانسي قنقر